اواصق بقى من نفسك في الصبورة اللي ده اخلت عليك ني? بس اهديك الاحساس ده. بس يا صبورة رائع بتقلقش. ماشي. جاهز? جاهز. اعلم السسبينس يا بيون. يلا بينا بيون. اللاه ليه اقوى فريق في مصر حلام في كرة اليد نعم ام لا? ماشي. احمد الاحمر افضل لعب مصري في تاريخ كرة اليد نعم ام لا? اه فيه لعبك كتير قوي اه في تاريخ مصر لعبك كبيرة فيه اساطير كتير. بس انا بالنسبالي احمد الاحمر افضل لعب مصري في تاريخ كورت ده. بعض? اجابات سريعة انتقال لعبي الاهل لزمالك والعكس في كرة اليد امر طبيعي. بالنسبالي لأ. بالنسبالك لأ. ماشي. ببعض? سيحة بتحصل. بتحصل. تجربة احترافي في الدور بولندي لم تكن ناجحة نعم ام لا? بالنسبالي دي كانت اكتر حاجة ناجحة في حقيتي. ماشي. عشان غيرت مفاهيمي عن كل حاجة في الحقيقة. استفدت من التجربة. مزحة. خدت مباراة المغرب في بطولة العالم انا مصاب نعم ام لا? نعم. نعم. كان عندي مزقف ضهري. لبعض. لعبوا كرة اليد في مصر مظلومين في عقودهم عكس الكرة. نعم. 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 رجل الرجل بيعقبكو باليورو وتطرق في مصر وفيه بعد كده. اهو الله. القادر على التسويق بكاس العالم انديا عشرين تلاتة وعشرين نعم ام لا? ده في اليد. ملا عاية. اه. اه اه. 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 اي ما في اش رد 3 اه? قول لي انت عايزه. انا بالنسبالي على حسم انت هتدعم ازاي وفرقة اسكواد هيبقى عامل ازاي بس طبعا كاسي العالم فيه فرقة كبيرة زي بشرونة. يبقى نعمة ولا لا? بالنسبة لي اتمنى ان احنا ناخد احسن مركز يعني بس. ماشي. ناخد مداليا. لجاء الاختيارات. ماشي. نجري بسرعة عشان الوقت. افضل حارس ياد في مصر في الوقت الحالي همدى والطيار محمد علي. التلاتة. التلاتة. ماشي الكلام. مش عايز اقاعد في الغلط انا. عشان كلهم حبيبك في المنتخب برضو. لو كنت حارس كرة قدم لتمنيت اننا كونت. الحضر شنوى شريف اكرامي اوقاي اسمه رابع. ما تفكرش ما تفكرش. رابع على طول هاي. اللي في بالك. اه كا يعني كا كتاريخ الحضر. ماشي. لبعده. افضل محترف في مصر حلان. علي زين. يحيا خالد. تلاتة. يحيا خالد تقديمه كتحلوة. اه. ان شاء الله ربنا يكره وان شاء الله بازن الله. ده اخر سؤال. لاعب زمالكاوي تمنيت انضمام ولل اهلي. احمد الاحمر. عسن الداح. اكرم يوسي. احمد الاحمر. احمد الاحمر. تحب احمد الاحمر. فيش حد ما يحبش احمد الاحمر. بس اهليه وزمالكاوي قام ما يكونوا انتمامي. طبعا. حمايدة شرف تاني ونور تاني. صبورة رائعة اهيه سهلة اهيه. ومشكورك اه على قبولك الدعوة ووجودك اه مع انا. وبتمنى لك كل التوفيه ان شاء الله بازن الله ترجع وتكسر الدنيا طبعا موجود مع النادي الالف كسر العالم لان ده ونشوفك متقلق وحاجة عظيمة. ان شاء الله. انا اللي بشكرك اهيما والله وانت عارف انا بحبك ازاي يعني وتشرفت ان انا كنت معك طبعا.